نادي الاهلي فوز صعب على بيدافست الجنوب الافريقي بهدف دون مقابل سجله احمد حجازي في ديها 57 دي نتيجة دايما المدربين ما يحبوهاش نتيجة الواحد سفر ديت لانها بتتطلب مجهود اضافي عايز في مباراة العودة طبعا انا بتكلم على مباراة اللي هي الافريقية تحديدا يعني مباراة الزهاب والعودة عايز نادي الاهلي بكل تأكيد يلعب مباراة اللي جاية بطاقة باسلوب لعب يعني يميل بشكل كبير الى الهجوم لانه زي ما حضرتكم عارفين انه وشفتوا النهاردة فرقة بيدافست ما هياش فرقة مرعبة طبعا بس فرقة جراية بلغة الكورة رخمة يعني ممكن ترزل على الالف مطش العودة نتيجة الواحد سفر ما هياش مريحة مفيش مدير فني يحب نتيجة الواحد سفر اتنين سفر اريح طبعا واحد يقول له انا كتب مثلا كنت كاتب على تويتر قبل ما اطلع علىها نتيجة الواحد سفر مش نتيجة مريحة رأي لك ما هو احسن من نتيجة الاتنين واحد لأ ما احنا بنتكلم على النادي الاهلي بقى يعني احنا بنتكلم على النادي الاهلي فما تقولي ده احسن من نتيجة الاتنين واحد واكيد برضه احسن من نتيجة التلاتة واحد وتلاتة اتنين واحسن من نتيجة الاربعة تلاتة هي مش كده الفكرة يعني فكرة انه نتيجة الواحد سفر دايما بستطلب منك مجود اضافي انت بتبقى حاسس طول المباراة بمباراة العودة ان انت متقدم بهدف بس نتيجة هدف واحد بس في اخر المباراة يعمل مشكلة النادي الاهلي فرقة كبيرة يعني فرقة كبيرة ومعليهوش الضغوط اللي هي بتاعت انه ما يقدرش عنده دايما الحافز وعنده دايما الرغبة وعنده دايما القدرة والامكانيات انه يعرف يعمل نتيجة ايجابية قوية كمان في مباراة العودة على كل ايما يكون في اللقاء من نقد فني متعلق باللعبة النادي الاهلي فاز بهدف دونه مقابل ومباراة العودة بكل تأكيد هيدارها الكابتن حسام البدري بشكل ايجابي اللي عايز اتكلم فيه واللي همني هو جمهور النادي الاهلي النهاردة اللي كان متواجد طبعا صعب جدا انك تقدر تحكم جمهور النادي الاهلي في خمس تلاف صعب جدا لكنه هو ده اللي حصل الجمهور النهاردة تعامله الى حد كبير كان تعامل لائق الى حد كبير كان تعامل بشكل يعني يحفز الامن طب بس انا عايز اقول حاجة بس في النقطة بتاعت بشكل يحفز الامن احنا بقالنا قد ايه دلوقتي بنتكلم عالشكل حلو اللي بيحفز الناس بقالنا كتير صح بقالنا كتير يعني بنشوف ماتشاط اشي افريقية للاهلي والزمالك فنطلع بعد المباراة نقوله ان ده بيحفز الناس واشي كمان مباراة لليه منتخباتنا الوطنية فنقوله ان ده بيحفز الناس طيب الناس بقى مش هتحفز معانا ولا ايه يعني ديه ماتشاط افريقية اهي اه شدوا حيلكوا معانا بقى في الدوري خلاص بقى يعني الموضوع بقى صعب احد تسمحه يعني خد بالك انك لما حتيجي تسمح بعد كافة الدوري بخمس تلاف هو اقصى عدد اقصى عدد يعني حيبه هو الخمس تلاف ست تلاف اصلا في الدوري في الماتشاط العادية للاهلي والماتشاط العادية للزمالك الماتشاط اللي ممكن تلقى تلاقي فيها صعوبة بلغة يا ماتشاط الاهلي والزمالك او الاهلي والاسماعيلي او الاسماعيلي والزمالك والاسماعيلي والاهلي حاجات اللي من النوعات ده بنبارك للنادي الاهلي نتمنى له ان شاء الله بإذن الله مباراة قوية فيما هو قادر بالنسبة لسموحة السموحة هو الآخر مباراة إفريقية قوية بياخدها سموحة أمام ستارز الكيني بيفوز بأربع أهداف دون مقابل أحمد رؤوف وإسلام محارب ومحمود عبد العزيز ويعود مرة أخرى إسلام محارب كان التسجيل فيه الدقائق على ترتيب 13 17 77 80 دي نتيجة متميزة بكل تأكيد لسموحة على أرضه ونتمنى ان شاء الله بإذن الله كمان من سموحة المباراة اللي جايها يبقى فيها أهداف أكتر